سلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع عملت فيديو مقارن ما بين شاومي 13 ألترا وما بين الآيفون 15 برو ماكس والمقارنة كانت بحثة بالكاميرات ففصلت كثير بالكاميرات وقلت لكم إذا بتحبوا أعمل مراجعات عن الشباب حكتبوا لي فكتبتوا لي بيتكم مراجعة عن الشاومي تمام فهاي مراجعتي أو انطباعي عن تجربتي بعد تقريبا يعني أكثر من ثلاثة سبيع لكن في نقطة مهمة بدي أحكيها أنه موضوع الكاميرات ما رح أتطرق لها هون ليش لأنني شرحت بالفيديو بالتفصيل فأنتو يعني صرتوا عارفين وضع الكاميرات وبالذات قارنت مع آيفون فأنتو فاهمين ما في داعي نضيع وقت عليه كثير لذلك رح يكون أشياء ثانية وبناش ننسى ندعو الأخواننا في غزة وفي السودان وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا في كل مكان أي حدا بيخصنا بديننا عربتنا مهم نحدعيله وبرضو ندعي للأنسانين وأن الله يهديهم الله يهديهم بكفي حروب تعبنا الله يعطيكو العافية طيب نحكي عن هذا الجهاز عن شاومي 13 ألتر طبعا هو مش جديد يا أخوان أنتو عارفين الجهاز يعتبر حاليا قديم لأنه طلع بعشرين ثلاثة وعشرين بشهر اثنين أعتقد أو شهر ثلاثة إذا أنا مش غلطان لكنه فعليا كان أقوى جهاز من شاومي وتحفي تقنية فعليا كل المؤصفات العالية حتلاقيها بهذا الجهاز ما خلوا إشي شاومي حطوا كل إشي بدكيها بهذا الجهاز طبعا حينزل قريبا الشاومي 14 ألترا حيكون أحسب من هذا المفروض ولكن إحنا هذا الموجود عندي بدي أحكي عن التصميم التصميم أكيد فخيم يا أخوان لكن غريب التصميم عن جد غريب بروز الكاميرا للناس اللي ما بتحب بروز الكاميرا كبير جدا جدا مع أنه شكل دائرة الكاميرا هاي الدائرة السواد اللي هي فيه وبياض الجهاز أعطته إحساس عن جد فخم طبعا فيه ألوان أسود وفيه ألوان أخضر بس أنا اخترت الأبيض اشتريته الأبيض ليش أحب الأبيض والأسود فالشكل فخم جدا لكن لما تحطه على طاولة حيكون يعني وضعه متقلقل متقلقل يعني بالأقلق بالأقلق يعني بتحرك ليش؟ البروز كبير ومش بس هيك إذا تبعت للجهاز حتلاقي برضو فيه إنحناءة تحت الكاميرا بالجسم وبعدين الجسم بينزل ففيك يعني بروز غريب وحتى لما بتطلع على الإطار اللي هو من الألمنيوم بتلاقي الجسم طالع منه فيه بروز للجسم من الإطار ليش هيك؟ لأنه فيه حساس كبير ويعني فيه أشياء كثيرة موجودة بهذا الجهاز اضطروا أنه يعملوا الجزء العلوي بارز زيادة عن لزوم فالكاميرا مش لحالة بارزة حتى الجزء العلوي من الجسم بارز والظهر هذا جلد فالمسكة مرتبة طبعاً إنما بتعمل هيك بتسمع فيه حركة ها اسمع هاي حركة الكاميرا لما تشغل استيباليزيشن بالفيديو بتوقف بطل التحرك أيوي الجهاز بالأمام بالشاشة بالذات فيه عنده إنحنات صغيرة لكنها جميلة والحواف صغيرة جداً بس الحفة من تحت أكبر من الحفة من فوق شوية صغيرة لكن كتصميم أنا بقول لك غريب بس جميل سماكته 9.1 مليمتر وزنه 227 غرام وعنده معيار الابي 68 وعنده الشحن اللي سلكي أنا بالنسبة لي عجب لي الدزاين لو بدأ غير شغلي واحدة بس زر الصوت لعى الأطراف بدل ما يكون على اليمين يكون على اليسار بحس أريح بالنسبة لي نروح على الشاشة 6.73 مليمية إنش أموليد LTPO بتردد 120 هرتز تدعم دولبي فيجن وتدعم HDR10 بلس والسطوع 2600 نتز الدقة 1440 في 3200 بيكسل QHD بلس رح تعطيك 522 بيكسل بير إنش متخيلين؟ الشاشة هاي حاولت أدور على أشياء ما عجبتني كل إشي تقريبا فيها عجبني بس سطوحها يمكن هسه مش أقوى سطوع نعم هذا صحيح بس السطوع مش عاطل أبدا لكنه مش أقوى سطوع في العالم نعم تحضر محتوى رائع تلعب جيمز جميل جدا ما عنديش أي مشاكل مع الشاشة يا أخوان حتى الحماية Corning Gorilla Glass Victus مش 2 ولكن Victus ما أظن نشي نو هاي مشكلة أنا بجميع الحوال لازم أحط كفر يعني أنا عندي كفر ما بخلي الجهاز بدون كفر أبدا فلا حد أنا بصراحة الجهاز رائح النظام وهون أعتقد بالنسبة إيلي أنا بلاقي نقطة الضعف أو المكان اللي ما عمل اللي الواو إفكت النظام واجهة شاومي الميو آي 14 هذا الجهاز أول شيء ما وصلوا الهايبر او اس حتقول لي ليش طب ما وصلوا لأنه أنا اشتريته من أمازون نسخة عالمية واكتشفت أنه ما بيوصلوا تحديثات حاولت أحدثه ما في تحديثات وما رح يتحدث ما بيتحدث إلا النسخة الصينية هيك أنا فهمت فهي مشكلة بصراحة وبدك تكون حذر لما تشتري أحسن لك تشتري نسخة صينية وتنزل علي برامج جوجل وتأخذ تحديثات لحد الآن ولا أي تحديث طبعا شكرا لشركة شاومي الأردن حكت لهم عن الموضوع حكوا لي ممكن يعملوا لسوفتوير معين يقدر يقبل تحديثات فرح أروح عليهم أجرب بس مش هسه فهاي النقطة مهمة جدا إذا اشتريت المشكلة لنسخة الصينية بيكون فيها برامج كثير صينية فرح تنزهك حالك أعلكو حال نرجع للنظام هو مش المفضل لدي شكله آيقناته والثيم تبعه أما بحكي إنه سيئ إخوان مش سيئ أبدا وعنده حركات بس بحس إنه أنا بدي customization أكثر مش هون ما لقيته هون فأنا بحسش إنه نظام نقطة قوة في هذا الجهاز كنت بستنى الhyper OS أشوف كيف وضعه أتمنى نشوف تغييرات قوية فهاي نقطة الضعف الوحيدة بالنسبة لي إلى حد الآن الأداء أبدا مش نقطة ضعف سناب دراجون ثماني الجيل الثاني رح تأخذ أداء يعجبك تماما إن كان بالتطبيقات بالألعاب بالتصوير بالتحرك بينهم أي شي رح تأخذ أداء عالي ما واجهت موضوع الحرارة صورت 8K ما واجهتش موضوع حرارة يمكن بحاجة إنك تلعب ساعة ساعتين تشوف الحرارة أي جهاز هيك بس باستخدام العام لم أواجه حرارة فالأداء أنا بعطيه علامة عالية جدا وأبدا أنسى إنه النسخة اللي عندي 250 جيجا مع 12 جيجا بايترام فيه خيارات أخرى يمكن 1 تيرا و 16 فيه تنوع بالخيارات بس هاي النسخة اللي أنا اشتريتها طبعا هي UFS 4.0 وأعتقد 256 بالنسبة لي كفوني إذا بدي أذكر الكاميرات هيك انطباعي عام عن الكاميرات أنا بأعتقد إنه الكاميرات رائعة بالذات بالفيديو وبالتصوير يعني انفاجأوني لما قارنته مع الآيفون وإذا ما حضرت هذا الفيديو بدي أحط لك رابط هون احضر الفيديو مقارنت هذا الشاومي مع الآيفون 15 برو ماكس يستحق أنك تشاهده الصوت سماعات استيريو صوت عالي الجودة برضو ما عندي أي مشاكل البصمة داخل الشاشة ما عليها أي مشاكل أنا ما بحكي لكم إنه الجهاز بلا عيوب يعني بس بالفترة هاي أنا بحاولت أطلع عيوب عن جد بالإشي اللي حكيته ما وجدت وبالنسبة للكاميرات حكيت الإشي اللي عجبني واللي ما عجبني لأنه بالكامير الأمامي في عندي رأي فاحضروا الفيديو عشان تعرف إنه فيه أشياء مش بيرفكت عادي فاحضروا فيديو الكاميرات مهم جداً إخوان البطارية خمسة آلاف ميلي أمبير الشحن السريع تسعين واط الشحن اللي السلكي خمسين واط كأرقام رائع جداً بس كأداء بطارية ليس أفضل جهاز جربته بس برضو ما بحكي إنه سيء لكن في بعض الأيام كنت أضغط الجهاز وصور كثير أحتاج إني أحطه على الشاحن المغرب أنا بالنسبة للجهاز اللي أنا بروح أنام ولسه عنده شوية جوس هذا اللي بيكون أداءه الرائع عمل حركات زي هيك بعض الأيام بعض الأيام لا أحتاجت إني أشحنه فأنا بعطي البطارية جيد جداً لكن بيحل الموضوع الشحن اللي السلكي السريع خمسين واط وأيضاً الشحن السلكي تسعين واط رائع جداً وعلى فكرة بيجي معا شحنه جوا العلبة السعر أنا اشتريته من أمازون الإمارات مش راح تلاقيه موجود في معظم البلدان أمازون الإمارات موجود عليه نعم أو بالصين السعر اللي أنا اخترته أو اشتريته فيه ثلاث ألاف درهم يعني ستمائة دينار يعني حوالي ثمانمائة وخمسين دولار هل يستحق هذا المبلغ؟ يعني أوه نعم يستحق راح أعمل معاه مقارنات كمان مع الجالكسي S24 Ultra إن شاء الله القادم لما يوصلني وبنشوف كيف الأداء يعطيكم ألف عافية تمنى تكونوا استفدتم واستمتعتوا بهذا الفيديو لا تنسوا تابعوني على إنستجرام وعلى تيك توك بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء